السيد ملوح الشخاتراء مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لن أتحدث عن الغرفة التجارية تحدثها الشباب وبما فيها الكفاية الآن أريد أن أحكي معك كمواطن أردني ومتابع لكل شيء تحدث لك أن تحدثنا عن التعاون بين الدوائر الحكومية في محافظة مادبة في مواجهة أو مجابهة فايرس كورين أو هذا الأحداث اللي حلمر فيها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد في البداية أحب أوضح وأكد للمواطنين الكرام بأن هناك كان تعاون تام وتنسيق مشترك بين كافة الدوائر المعنية من عطفة المحافظ شاعد الرئيس البلدية الدوائر المعنية بإدارة الأزمة نقيب أصحاب المخابز الغرفة التجارية كافة الجهات الرسمية كان هناك تعاون وثيق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية السائدة بالأردن والحمد لله رب العالمين استطعنا تجاوز المرحلة الأولى بسلام وكانت المحافظة مادبة من أفضل المحافظات بالتعامل والتنسيق بين كافة الدوائر الحكومية ولم تواجهنا أي مشكلة مع إدارة الحكومية والحمد لله رب العالمين كان هناك تعاون مشترك وتنسيق تام لحظة بلحظة كيف تقيم التزام أهالي مادبة في الحضر؟ سيد العزيز من خلال جولاتنا على الأسواق ورفقة رئيس سعادة رئيس الروفة التجارية لتقييم الوضع والاطلاع على واقع الحال كان هناك شبه التزام أو التزام كبير نسبيا وخاصة بمراعاة نواحي الصحة والسلامة العامة كان هناك تباعد بالطور إلا أننا لاحظنا بعض السلبيات في بعض المواقع نتيزة تزحام وتدفع بعض الناس وجهنا إرشاداتنا للمواطنين كان هناك تجاوب والتزام والحمد لله رب العالمين وأتمنى من أخر المواطنين مراعاة سبل السلامة العامة خاصة بالتجمعات بالمحلات بالسوبر ماركت بأي موقع آخر البعد عن المواطنين الآخر ارتداء الكمامة والغرفزات ووسائل السلامة العامة حفاظا على سلامتهم ولنخروج إن شاء الله من الأزمة بأقرب وقت ممكن رغم قلة الموارد الأردن قدمت ما لم تقدمه دول عظمى الأردن دولة عظمى الآن الحمد لله رب العالمين الأردن قدمت برجالها الأردن قدمت بقيادتها قادة البلد والحمد لله رب العالمين وجهتنا بشبابها بشيبها بإنساءها ورجالها قدمنا كل ما نملك والحمد لله رب العالمين الأردن كبيرة دائما برجالها وشبابها وستبقى كبيرة الإمكانيات لم تكن عائق أبدا في وجه إن نقدم الأفضل للمواطن اثنين من العائلة المالكة من الأمراء تم إجراء الحجر عليهم أثناء عودتهم من الخارج أعتقد في أي دولة في العالم لا يمكن إهنا تكون سيد العزيزي أمراء ويتم الحجر عليهم مع المواطنين كان من إمكان حجر عليهم في القصور الملكية بحراسة مشددة أو غير مشددة ولكن ليكونوا قدوة وليكونوا الهاشمين قدوة للمواطن الأردني تم معاملتهم كمواطنين وليكونوا قدوة للمواطن الأردني الذي وضع تحت الحجر بأن لا كبير فوق القانون لا يعود على القانون الأردن أي إنسان كان وهذه الرسالة وصلت لكل مواطن الأردني قوات المسلحة الجيش العربي الأجهزة المنية قدمت شيء عظيم جدا سيد العزيز مهما قدمنا مهما شكرنا مهما أثنينا على قوات المسلحة فلن نستطيع فحقها قوات المسلحة أجهزة الأمنية دائما وأبدا نتحق كل الشكر ولكنها قدمت بما هو معهود عنها بالسمرار في كافة الظروف بالسلم والحرب وابن المرضى الآن أدامها الله وعطاه القوة